تلوح الولايات المتحدة لإيران بالعصى فرغم أنها خرجت من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضت عقوبات على طهران فإنها اليوم تضغط بثقل لإعادة إيران إلى الاتفاق وهي التي تطالب من جهة بأموالها المجمدة وتمكينها من تصطير نفطها وتخصب اليورانيوم على قدم وساق وتقيد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية من جهة أخرى الرئيس الأمريكي طلب من فريقه بدء تحضيرات لعقوبات إضافية تحسبا لفشل الدبلوماسية في فيينا هناك لا يبدو تفاؤل واشنطن كبيرا إذ لم تعد تؤمن بنتائج المباحثات على ما يبدو برغم تبشير منسق الاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات بأن الجميع عاد بتصميم متجدد على العمل بجد يلتزم رئيس بايدن بضمان عدم حيازة إيران أبدا لسلاح نووي ويعتقد أن دبلوماسية وتنسيق مع الحلفاء وشركاء الإقليميين هو أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف الحل الدبلوماسي يوفر أفضل طريق لتجنب أزمة نووية طلب الرئيس من فريقه لاستعداد في حال فشل الدبلوماسية ويجب أن ننتقل إلى خيارات أخرى لكن لا يبدو أن واشنطن قد تقصر إجراءاتها على بعض العقوبات ففي البنتاجون يجري إعداد شيء آخر والقلق هنا مصدره تل أبيب وزير الدفاع الأمريكي التقى نظيره الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع بواشنطن عقب انتهاء مناورات أجريت في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين المحادثات ركزت على المنف النووي الإيراني تل أبيب انتزعت تعهدا من واشنطن بتعزيز التعاون الدفاعي معها لا سيما الجوي